السيدة موزيزو ألو ألو تفضلي يا فند السلام عليكم وعليكم السلام ورح أطلوه بركاته الحمد لله كذلك فضل ونعمة الحمد لله الحمد لله والله يا شيخ عندي سؤال لحضرتك كده بسبب أن أنا كنت منفصل أنا وجوزي انفصلنا أربع شهور اطلقنا وفي بنا يعني اطلقته رسمي بأسيمة عند المأزون نعم اطلقته رسمي بأسيمة عند المأزون يعني أهو طيب وفي بنا طفل عنده سنة وأربع شهور تقريبا مم وهو دلوقتي أنا بسعل إن أنا أرجع مم وهو طبعا كان عايز يرجع من فترة بس طبعا خايف من والده مم ووالده كان رافض ومازال فهو دلوقتي عشان عشان طاليكي رجعني حاطتلي شروط ايه شروط الشروط إنه هيرجعني من غير تليفون وهيمنعني عن التواصل عن أهلي مش يخلني يجي عند أهلي عند بابايا والطلاق كان بسبب بسبب مشكلات مع أهلك لا 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 طلاق كان بسبب بسبب بغض النظر بغض النظر أنا مش محتاج لده لكن أنا بعرف إلا إلا إنه واضح إنه هو بيعقبك على حاجة بالضبط هو طبعا عايز يرجعني من غير تليفون من غير مفتاح للشقة من غير إنه هو يجبني عند أهلي طيب وبعدين؟ وفي نفس الوقت والده كمان رفض إنه يرجعني وبعدين أنت هو ساكنين في بيت عيلة؟ لا لا خالص بس إحنا كنا ساكنين في شقة بعيدة عن مكاني عن مكان والدي والدي طيب فين السؤال؟ فين السؤال؟ السؤال هل ينفع أنا أقبل بالوضع اللي هو عايز يرجعني بيه طيب أنا أجاوب على سؤال حضرتك أولا السؤال ده فيه شقين اللي هو طلبه دوت من حقه وجائز ولا لا؟ يعني هو جائز إنه هو يمنعك من زيارة أهلك أبدا ودوق عدم الاتصال بيهم أبدا لو كنا بنتكلم عن الأب والأم لا ده مش جائز إنه هو يمنعك عن التواصل مع أبوك وأمك ودوت لا يجوز لإن دوت ده منعه من الطاعة ودوت يكون من التعاون عن الإثم والعدوان فيكون ده ولعزو بالله نوع من أنواع الإثم فلا يجوز له إنه هو يعمل كده أما منعك من التليفون أو منعك من بعض الأمور الأخرى فبنشوف الكلام دوت لو كان دوت ليه علا ليه علا لأي سبب كان فهو له أن يفعل هذا في حدود أنه هو ما يخلش بالعشرة الحسنة يعني إذا كان هو يمنعك من التليفون لأنه هو لاحظ إن التليفون مثلا بجلب مشكل عظيمة في البيت فالتليفون مش ركن من أركان الحياة يعني التليفون التليفون اللي في إيدينا دوت اللي هو بيأكل وقتنا كله مش ركن من أركان الحياة فلو منعك من التليفون وسمحلك إن أنت تستخدم أدوات من التواصل الأخرى فهو مش بيعذبك ولا بيمنعك من أنك أنت تعيش حياتك بشكل مستقر لكن اللي أنا مش أدري أفهمه إن هو يمنعك من مفتاح الشقة مفتاح الشقة دوت إن أنت لو حصل أي حاجة في الشقة لا ده ما يصحش لأن دوت تهديد مباشر للأمان لو حصل أي حاجة في الشقة هيقفل عليك بالمفتاح فإذا أنت خرقتي ما تعرفيش تدخلي تاني لا ده ليس مفهوما إذا كانت السكنة فهذا بيت الزوجية هو بيء بيتك ومسكنك وإنت يجوز إن أنت تخرجي لقضاء حوائجك فلا إمنعك بالمفتاح دوت فيهدد أمنك بإنك أنت لو حصل إن أنت لو كان مقفول عليك بالمفتاح أو لو خرقتي ما تعرفيش تدخلي تاني ده ما يصحش لأن دوت مخالف لمسألة العشر الحسنة ولا درر درار فهذا الاشتراطات اللي هو مشترطة دي لو كان ليس لها أغراض أخرى زي مثلا إن هو مش عايز يديك المفتاح لإن مثلا إحنا خدنا العفش وحصل التبديد الحكاة المشهورة دي فأنا مش عايز أفتي على مسائل افتراضية لأن أنت ما قلت ليش قلت لي إن هو عايز منعني من المفتاح إذا كان منع من المفتاح كده بشكل مجرد لا ده مش من قواعد المحشر الحسن لكن لأجل أن حصل مشكلة قديمة لابد إن إحنا نسمع المشكلة القديمة ونقدر المسألة بقدرها لكن بالأساس لا يصح إنه يمنعك من مسألة تواصلك مع أهلك لأن تواصلك مع أهلك واجب شرعي عليك ما إنفع شننتي تمتاني عنه نعم